اشتركوا في القناة في هذا التوقيت بأحداث جلل ما يحدث في غزة وانعكاسات هذا الحدث وكيف يستفاد مما يحدث وما هي النقاط المضيئة فيما يحدث رغم الألام والضحايا وشهداء الذين سقطوا ويسقطون حتى هذه اللحظة ربما هذا الحوار يأخذنا في أبعاد مختلفة حول ما يجري في مصر وكيفية الاستفادة مما يحدث في غزة أو ما تقوم به المقاومة في غزة على مناحي مختلفة ليس فقط على أرض المعركة القتالية لكن المعركة المتعددة من معركة الإعلام وإدارتها كذلك معركة الوعي ومساندة القضية معنا في هذه الليلة وفي هذه الدعوة على الصحور الأستاذ ياسر الغرباوي مدير مركز التنوع للدراسات والاستشارات أهلا بك أستاذ ياسر كل سنوحك طيب دعنا ننطلق مما يحدث في غزة يعني ما يحدث في غزة ينظر إليه من جهتين الجهة التي ترى وهي الجهة الأكثر والعام ليست فقط في مصر لكن على مستوى العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع أن ما تحدث هي مقاومة مسلحة أبهرت المؤيدين وكذلك أيضا غير المؤيدين الذين يرون أن ما يحدث يتحمل مسؤول المقاومة رغم أن المقاومة من اسمها التي تقاوم العدوان هي رد الفعل وليست الفعل لكن بالفعل ما قامت به المقاومة في الفترة الماضية أبهر الجميع سواء من الاستعداد النفسي سواء من الاستعداد التقني والفني وكذلك أيضا استعاب أن المعركة ليست فقط على الأرض لكن أيضا هناك أجنحة أخرى لأن صح التعبير جناح إعلامي جناح مناصرة وتأييد جناح نشر القضية طبعا ما يحدث الآن من مقاومة نحب أقول في فلسطين عدم اختصار في غزة هذا الجهد البطولي المفزول الآن والدماء التي تبزل يمكن أن نقرأ في سياق أوسع أنت الآن في منطقة ليس فقط فلسطين الآن التي تقاوم المنطقة عربية أن تتحرر من أنظمة سبدادية قمعية حالة بينها وبين التعاطم على القضاة الحقيقية في الأمة فالآن ما تشهده تونس ما تشهده ليبيا ما تشهده مصر أعتقد أيضا ما تشهده فلسطين وهذا العقد الموجود حبات بأن خط نظم هي المنطقة العربية المشهد الآن الذي حدث في غزة فردت حرب ظالمة على هذا القطاع ولم يسعى إليها المقاومين ولا حماس ولا الفصيل المقاومة لكن فردت حرب غاشمة من الكيان الصهيوني الغاصب على هذا القطاع المنطفد الرافض للهيمنة الإسرائيلية فالشهد الآن الأمر الجديد في هذا المشهد العدوان الإسرائيلي سابت والإجرام الإسرائيلي نراه ونشهده قتل الأطفال 2008-2006 لكن الاختلاف الآن هو إبداع الحركات المقاومة في صد هذه الهجمات وأنها ركمة قدرات ومهارات أصبحت رقبا صعبا اللي يمكن تجاوزه في هذه الحالة لكن أستاذ ياسر في هذه النقطة بالذات وأنك حديث متواصل حوله يعني ما تقوم به الفصائل الفلسطينية وليست حماس فقط لأن حماس هي المسلمة لكن ما يحدث على الأرض هي فصائل فلسطينية مختلفة ومتعددة حتى على مستوى الأفكار والأيدولوجيات ما تقوم به يطلق بعض الصواريق قد تصيب أهداف ولا تصيب أهداف وقتال مع بعض الجنود لكن يقابل هذا بقصف عنيف فأين الانتصار وأين الإبهار في ذلك يعني أنت في الآخر بتنوت ثلاثة بيموت قدامك 300 كما قال أحد بين خسين إعلاميين نعم في قضايا التحرر وقضايا لانعتقم الهيمنة التضحيات تبزل عادة الشعب الجزائري بزل من حياته مليون شهيد بالنسبة للمنطقة العربية هي أقل النص دحايا في المعارك الكبرى يعني تتكلم عن مثلا عن مصير تحرر الصين تجاوز عائد القتلى 60 مليون بتتكلم عن حرب الكورية الشاملية وكوريا الجنوبية العدد مثلا تجاوز الأربعين مليون بتتكلم عن حروب أوروبا بين بعضها البعض في الحارة العالمية التانية عن 50 مليون فهذه الأرقام نتيجة الهيمنة والقوة الكبرى أنت الآن يعني شباب عزل ونساء وأطفال أنت تقصف في الآن عمارة ما هو المتوقع شيرشير يعني حتى برضا بشانتكلم الأب من منطق الوعظي الإسلامي تتكلم عن موقف الاستراتيجي فورد حصار على بريطانيا وكان شيرشير ورئيس الوزراء ولكات الطائرات الألمانية يعني هتكت الأجواء البريطانية يعني زهابا وإيابا ولم يملو شيرشير إلا أن يخرج الناس يقول لأملوك لكم إلا الدموع والصدر وعرض على الحكومة البريطانية التسليم حتى تحفظ البريطانيين كفاية عن مضرب وتدمير لندن والقصف وكان شيرشير بالأمان كان مستخبي قاعد في مكان مكيف وكل شوية طلع بيان صمود للشعب البريطاني فصمد الشعب البريطاني وحوصر لم يجدوا السكر ولا الطعام ولا الأكل لم يجدوا حتى ما تقولهم أن هذا في سوابك وليد لك أجر لا كذا الخطاب لا أملوك إلا الصبر والدموع لذلك صمدت بريطانيا ثم جاءهم النصر أيضا من عند الله تغيرت الموازين للقوة وأصبحت لدى بريطانيا طائرات تقصف الأماكن المصانع والمدن الألمانية لذلك لأننا نتعجب من هذا الكلام حتى الإسرائيلي لا يقولوا هذا الكلام فيه كاتب إسرائيلي كتب مقال إلى نتنياهو وشبه إسماعيل هانيا بالتشرشل قال نتنياهو أفتخر في مكتب بصولة شيرشل هذا الوزراء العظيم الذي أنقذ بريطانيا وحاول مصار الحرب في القرى الأوروبية وفي بريطانيا تحديدا وقال بالضبط الآن ما يقوم به إسماعيل هانيا هو ما كان يقوم به شيرشل في الحرب العالمية ضد هتلر فاعتقد النظر قصر المسألة في عدد الضحايا والقتلة ما الذي قتل أولاء الناس هذا المقاومة حرصة على قتل الناس ولا الجلاد الذي يقتل الناس من الخطأ أنما نقيم المشاهد نقول أنه الذي قتل الناس هم حماس وإلا ما الذي قتل الناس في مراسل بحر البقر في الشرقية يعني احنا المصر والشعب المصري شهد إجراما إسرائيليا وكانت تستبيح السماء المصرية يعني ذهابا وإيابا إلى أن بدأنا نجيب حق الصوريخ في سنة 73 قبل ذلك كلمه كنا حمل عبد الناصر يعني في هذه المرحلة كل طفل سقط الناس كانت تسعى والجيش المصري كان يقوي جبهاته حتى تمكن عبر سنوات أن يصنع حائط يمنع التارضة الإسرائيلية من القصر فالمقياس أن الحرب عادة ضد ضحايا وعدد الناس هذا مقياس ضئيل جدا في الحروب يعني لكن التضحيات شيء طبيعي في الحياة طيب لو ركزنا الصورة أكثر على فعل المقاومة في غزة نحن قلنا فيها أطراف مختلفة فيه أطراف على الأرض وده المقاتل بعتاد وإدر يواجه وإدر يأسر جندي أعلنت إسرائيل أنه هو مختط أو يعني أنه مش موجود دلوقتي حاليا يعني لسه يعلمون أنه مختطف ده جانب في جانب إعلامي وجدنا عز الدين القسام بتقطع القناة العشر الإسرائيلية وتوجه رسالة باللغة العبرية لقينا على الإنترنت لجان إلكترونية شغالة يعني المنظومة اللي موجودة بهذا الشكل أنت حالك بتقيمها إزاي وفي نفس الوقت كيف يتم الاستفاد من هذه الطريقة أولا ما يقع الآن من المقاومة في غزة كما أننا نفرح به لهذا الشعب المقاومة الذي جزء من الأمة الإسلامية والعربية إن شاء الله ربنا يكتب له النصر إن شاء الله ما قالوا على هذا العيد ولكنه أيضا يحمل إدانة لكل الصور الأحرار في دول الربيع العربي إذا كان هؤلاء الناس المحاصرين حصار برا وبحرا وجوا وفي ظل هيمنة أمريكية وفي ظل ضغوط بريطانية وفي ظل وصفهم بالإرهاب وفي ظل حصار خانق صنعوا ما صنعوا من سواريخ ومن ضروع ضد المضرعات ومن جهاز إعلامي ومن محطة فضائية ومن تواصل دولي عبر كم سنة؟ في هذا الحصار يعني حم نكلم على ثورة بدأت في 2011 لو حم نكلم على ثورات الربيع العربي حم نكلم في ثلاث سنوات لكن حم نكلم على حركة مقاومة إسلامية وغير إسلامية أيضا لأن هناك في مقاومة شعبية وكتاب أبو علي وغيرها هذه المقاومة منذ احتلال فلسطين وهي تعمل فمجال الوقت وفي نفس الوقت ووضوح العدو يجعل فيه اختلاف من هذه الطريقة وأخرى يعني وعشان كده اليوم بنتكلم في هذه الحلقة أن هذه التجاورة تحرق المسافات للصوار ولأصحاب التغيير أنا مش منطرع وضع عشر سنينة عشان نتعلم الدرسة لتعلمته حماس أنا الآن يعني الزكية من الطعزة بغيره الآن مثلا عندما أصلوا الجند الإسرائيلي كان أول شيء يعملوا أنه بدوا يشالوا الشريحة الإلكترونية التي كانت توصل المعلومات عبر الأقمار للعدو الإسرائيلي لأنهم تعلموا من أسرة سابقين كان يخذوا الأسير ويخطوا في نفس المكان وكان يتم قصف المكان فتعلموا بالتراكم فإحنا الآن نتكلم في هذه الليلة وبالتالي القرأ للتاريخ الذي يقوم بالتغيير إذا كان لا يقرأ ولا يتعلم من الآخرين فأنا أعتقد لن يحصد أي نتيجة لا في الدنيا ولا في الآخرة يعني حماس الفكرة الكبرى الآن كل عقد الآن القيادات التي تتحرك لم نسمع على لساننا فكرة المؤامرة بشكل دائم ولا مستمر ولا أن إسرائيل أقوى ونقدرش نتحرك لا كلهم أمل في تحدي في إرادة في نحط في الصخ وبالتالي كمية الأفكار المعيقة في عقولهم أقل في نظري من كمية أفكار معيقة في عقل كتير جدا من الشباب المصري والشباب العرش طيب أنت حالك قلت النقطة مهمة أو كلمة مهمة عايز نقف عندها شوي كلمة المؤامرة يعني فور سقوط أو عزل الدكتور مرسي أو القبضة على الدكتور مرسي الناس بتزعل يعني أي أن كان الحدث في الآخر الدكتور مرسي مش موجود دلوقتي ومحبوس وربنا يفك سجنه وسجن كل الناس المسكنين بدأ الحديث حول فكرة أن هناك مؤامرة أكبر بكتير من الدكتور محمد مرسي وأنه رجل بذل أقصى ما لديه وأصبح الأمر بدأ الحديث حول بعض الأخطاء التي وقع فيها الإخوان وفي القلب منها الدكتور محمد مرسي بدأ الحديث حول تبرير ما حدث وأنه ما حدث أكبر من أي جماعة وأكبر من أي تنظيم وأن ده كان لازم أن يحصل وأمر حتمي لابد منه عشان يحصل فرز أخذ منحة مختلف خالص أنا أخذت بس من كلمة مؤامرة فهل أنت شايف أن الاتجاه ده اتجاه سلبي يعني عكس سلبا على أداء الناس وإصلاح ما يمكن إصلاحه وأعادت مرة أخرى المواجهة بشكل فيه من المنطق والعقل والاستراتيجية طبعا فضلت به سؤال مهم جدا وأعتقد هو ساكن عقل العقلية العربية فيكة المؤامرة وهناك من يخطط وهناك من يدبر ونحن مفعول بنا دائما على طول المشهد المؤامر جزء من التاريخ لكن ليست هي كل التاريخ وإحانا ناس أعتبرها فرصة وناس أعتبرها أنها مصيبة لكن إذا أنت انطلقت أنا الآن جاي بالسيارة وماشي وقدر ما حصل لي حادث فالتفسير الأولي اللي خبطني ده هو الغلطان وأعمى وبيشفش لكن بعد فترة أدرك أن أنا دخلت طريق غلط ولم أعطي إشارة أن أنا متاجر للجاه اليسار فلولا أنا ظللت أن أنا الصحي دائما لن أتعلم من أخطائي أبدا يعني لكن الذي يتعلم من أخطائه من هو الذي يعني يقوله الممكن فتح حوارا مع المستحيل قال ممكن للمستحيل أين تكمن تسكن فين قال أسكن في أحلام العاجزين ففكرة أنه ليس في الإبداع أبدع ليس في الإمكان أبدع مما كان هذه فكرة قاتلة لا وبالتالي الآن دي جزء من الفكرة وإلي أصبحنا قدريين يعني وبالتالي الآن دي منطق إسرائيل يقول لحماس شو تريد روح الجنة أنا بودكوا الجنة بالقد وبالتالي فكرة أننا على القدس بالملايين والشهداء التضحية لا قيمة لها ما لم يكن لها نتائج على الأرض بطولة القائد وإبداعه ليس فيما يقدم من قتلى وشهداء ولكن فيما يحقق من انتصارات وإنجازات الغملة يتيني التضحية ليست مطلوبة لذاتها أنا مش مطلوب أن أموت عشان أموت أو الشهادة للشهادة الشهادة في إطار لو فرضت علي أنني في إطار معركة لكن أنا داخل بهدف أن أنا أموت دون أن أنظر للنتيجة والجزء التراكمي لصالح الأمة لهذا كلام الصحيح طب خلينا الأصليات الجملة دي مهمة جدا أنا أستاذ يسر ليه لأن في فترة الأخيرة بعد المواجهات اللي حصل بعد فض الرابعة خلينا نتكلم بشكل تأصيلي وبنكلم عن مصر بقى دلوقتي طيب بعد فض الرابعة وبعد فض النهضة بدأ ينبري لغة خطاب وسط كثير من الشاب صغير السن اللي هو ابن الكلف 18 و19 و20 و23 فكرة أن إحنا منزلة الشهداء يعني كتير جدا بيكتبوا على الفيس قبل ما ينزل المظاهرة مثلا اللهم نولني الشهادة وصيتي كذا وكذا وكذا وأصبح نزوله في المظاهرة وأصبح أنه نازل بس في المظاهرة قوة الرسم اللي في دماغه أن أنا عايز الشهادة وفي كتير من الناس اللي كانت موجودة في ربعة ما كانش قضيتها أن مرسي يرجع وما يرجعش احنا جايين هنا عشان الشهادة هل ده هل المعنى ده كان معنى صحيح في هذا التوقيت ولا ده معنى غير صحيح يعني أولا معنى التعلق بالقيمة السامية وبالشهادة وبالجنة لنبغى أن تكون أمل كل مسلم صحيح والقتال هو جزء من الجهاد جزء من الجهاد والجهاد أنواعه شدة وكثيرة وذلك حصل فقط في القتال هذا أمر خطأ وبالتالي الآن فكرة أنه نازل عشان أموت فقط ليس هدف هدف إنسان محارب لأن هدف الإنسان المحارب والقائد البطل المقاتل ليس فيما عدد يقدمه من شهداء والله أنا الحمد لله خط الجيش وما تنص الجيش الله أكبر ونكبر عن أنه في نص الجيش أنزهب ده الجنة سيدنا فكرة برضك الحصر العقل المسلم إما النصر أو الشهادة كلام خطأ سيدنا عام 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 خالد وليد قال إما النصر أو الانسحاب في مؤتة يعني ما قالش أنها أكبر لحد الآخر لابس أنت بتكسر كده في يعني النصر والشهادة دي كانت دايما يعني كل الناس متعرف عليها أو بيتقال دايما أنه ندخل للمعركة إما نصر أو إما شهادة مش إما نصر أو إما شهادة كهدف كبير لكل المقاتلين والناس الداخل كجندي لكن أنا كقائد جيش أو كمسؤولة عن تنظيم أو مسؤولة عن فصيل يا بنا مخاطط النهاردة أن نص الجيش سيموت ونص تاني يرجع ما فيش قائد عسكري عمل كده يعني سيدنا خالد في حياته كلها لم يوزن في معركة قط وكأسمى سيف الله المسلول لرأى في مؤتة مشهد غير مواتي لأحراز النصر كان ممكن يغامر مثلما غامرت ثلاث صحابة اللي لازم قبله قاتلوا حتى قتلوا يسترشيدوا ولكن خالد رأى الأمر مختلف تماما فآثر أن يعود بجيشه وأن يستعد لجولة أخرى يكون فيها أمكان ويكون فيها أحسن فلأن بغى أن يكون تفكير القائد هو السعي فقط إلى تقديم أكبر عدد من الضحايا لذلك بطولة الأمم أن تحصل ذلك يعني ذكرتيني بمقارنة بين فرنسا وبريطانيا فولتير وفيلسوف فرنسي عمل ملاحظة خطيرة جدا يقول الشعب البريطاني قدم قليل من الدماء وحصل على كثير من النتائج عكس الفرنسيين قدموا كثير من الدماء وحصلوا على النتائج أقل ليه؟ كان سؤاله ليه في شعب عشان يتعلم المعلومة ممكن يقتل منه خمسة مليون وفي شعب ممكن يموت خمسمائة ألف يتعلم الدرس لذلك شوف الآن مثلا على جانب آخر التعاطي مع الإسرائيليين وفكة الفزع من السواريخ والدخول للملاجئ لذلك أنا أتمنى إن شاء الله على حماس المرحلة قديمة أن يتم بناء ملاجئ في داخل غزة لا نبغى أن نظل الشعب الغزاوي تحت قصف السواريخ المرحلة جالة إن شاء الله من دروس هذه المعركة أن يتم بناء ملاجئ حتى نقلل عدد الضحايا الموجودين وبالتالي يعني ترك الناس في العراء إذا كان لسا في جهدي أوكي لكن المرحلة القادمة الدرس القادم ينبغي أن أقلل عدد الضحايا من خلال أنه أفضل سؤال فولتير جاوب عليه ولا ما جاوبش عليه سؤال فولتير بدأ جاوب عليه إن هناك أم تتعلم بالعصى في أم تتعلم بالورقة والقلم أنا الآن لنبغى أن أكرر نفس الأخطاء التي وقعت فيها سابقا وبالتالي كان فيها عدد من القتلة فبالتالي أنا هدفي في أي مرحلة أو في أي سراع أن أحقق النتائج ومن تبعات هذه النتائج أن يكون هناك بعض الشهداء لكن مش هدف أن أقدم ألف شهيد وفي الأخير أحصل على شيء خلينا أسألك سؤال مباشر ووضع مدير مركز التنوع للدراسات والاستشارات ويعني مجال العمل فيما يخص التغيير في العالم باللعنف وكلام جميل ومحترم هل حضرتك شايف أن اعتصام ربعة أو اعتصام نهضة كانوا قرار خطأ أو عدم فض ربعة من قيادات الموجودة في ربعة أو النهضة بعدما توردت أخبار أنه سيتم الفض بالقوة كان قرارا أو اجتهادا خاطئا؟ والله تعالى نشوف الآن في دوق تجربة حمس يعني حمس بدأ بالحجارة ثم اعتورت إلى صواريخ حتى عادوا يعيبوا عليها لا تسقب جدار ثم الآن بدأنا بصواريخ الجعبري بتوصل إلى تل أبيب لكن أشاهد أن هناك تراكم جنابهم اللقوة في الأخطاء التي كانت وقعت فيها فينبغي أنا كطرف أقول أنا أنك حصل خطأ ما مثلا لا نسمع الآن في خطاب يعني فجئنا أن إسرائيل قوية لم أسمع من خطاب أحد من كتاب عز الدين القسام ولا من حماس نحن فجئنا أن العادو مستعد للمعركة وطبيعة إسرائيل مستعدة للمعركة نحن فجئنا مستعدة رسائل أنا جاي أقتل وشفت وقدك رسائل هذه الرسائل وصلت فينبغي القائد أن يكون يعني يفهمه هي طيرة بل يا سيدي قبل يعني في حوار لزيز جدا وجميل بين سيدنا معاوية وسيدنا عمر بن العاص نعم يلخص الموضوع ده فقال لتنين من دهات العرب صحيح يعني لتنين من دهات العرب فمعاوية بيقول لعمر بن العاص ما هو دهائك انت دهائك عمر في إيه فقال عمر لا أدخل مدخلا أنا ما دخلت مدخلا في حياتي إلا و أعرف كيف أخرج منه أنا عمل خطة اتنين لو إزان أتها أعمل إيه صحيح سيدنا معاوية قال له الله إن هذا ليس بدهاء يعني رغم أن عمر بن العاص ما دخلش معارك قال لو عارف البديل قال لو عارف خطو رقب اتنين إيه أنا قال له أنت هذا دهاء دهاء متواضع أما دهائي أنا فأنا لم أدخل مدخلا أصلا أحتاج وأن أخرج منها أنا إيه اللي يزنقل في حتها وأحتاج أخرج منها أصلا دي هو مستويين من التفكير أنا راح في مكان أتحشر فيه والمستويين ممتازين الصراحة يعني فكرة عندك خطة ألف وخطة به خلو ما حصلش ألف هتأخذ به نعم وفكرة تانية لا أنا ليه أفكر في بيديلنا داخل ومركز في ألف عشان أخذ بس وأنا قادر أخذ آآ آآ فبالتالي أنا لذلك أقول لك يعني حتى في التخطيط السراتيجي لا تعرض نقاط ضعفك نقاط قوة خصمك أنا الآن أنا حركة سلمية وأسعى لتغيير السلمي في مصر أو في غيرها وبالتالي الآن أنا اشتمكت مع عقل عسكري العقل العسكري سواء كان السيسي سواء كان أي حد في العالم العقل العسكري عقل صفري بيعافش أتكلم معك زعادين كده صحيح هو إما كسرك أو تكسرني خاسر وكاسر وهو قالت قتل في الآخر يعني هذا تعريفه العقل العسكري هو هذا عمله وأيضا الحالة المصرية الإخوان المسلمين تحديد لهم تجربها في 54 يعني اختلطوا وشافوا وبعض القليلات الموجودة الآن يعني كانت معصرة لهذه المعاناة التي غدر فيها العسكر بالتحول الدموقراطي وأغلقوا كل الأحزاب وشافوا أني أنت بتشتغل مع كيان ضخب معها أدوات ومعها أدات بطش وقوة الآن أصبح الآن معها إعلام فهذا هو مشهد المعركة فكان ينبغي يعني في نظري طبعا أب بن قيم وحنا عادين في المكيف لكن رحم الله جميع الشهداء وجمع من الله سبحانه وتعالى لكن أم بتتكلم الآن فيما هو قادم طبعا عشان يبقى الأمر واضحة إحنا موضوع الذين قتلوا نحسبهم شهداء إن شاء الله بإذن الله والذين اعتقلوا نعتبرهم أبطال وإن شاء الله يخرجوا بألف سلامة لكن هي الفكرة الحركة بدأنا فيها الحوار من أول أنت حركت كلمت بشكل واضح وصريح إزاي تحاولات حماس من حركة بدأت بالحجارة هي والحركات المقاومة المختلفة في تراكم حصل تراكم لأنهم قعدوا أكيد درسوا إنقاط القوة والضعف فكلام الوقت أنا أمانة المساحة دي يعني بعض الندوات التقيت بالنسبة حابة نزال عضو التوسير آه وكان بعض الحرب قبل الأخيرة دي رجل كان جاوزت قعد وسط إسلاميين بشكل عام فتلقى نقدا أنا أعتقد لو تلقى أي حد في بسطة كان سابق المكان وخرج حتى الرجل قال يا جماعة وأنا جاي قعد مع مين يعني الناس كت عندها أسئلة حد جدا إيه الخطة دلوقتي الغزة محصرة كيف ستقاتلون هذا النقد سميه النقد الخالد أنا استغرطت جدا من برح وأنا بقرأ في سوء في سوء الأنفال يعني آية وعدوا لهم ما استطعتوا من قوة من رباط الخيل أنا فكرتها مثلا جات قبل بدر ولا نزلت مثلا أيام ما كان الصحابة لسه بتضربوا في مكة هذه الآية نزلت بعد أن تصار بدر يعني المفروض ناس منتصرة وعملت منجز يعني معركة الفرقان صحيح لكن الخطاب القرآني قال لهم اللي حصل دي ما كررش تاني تخرج في معركة وأنت مش مستعد ومعك جمالين وكم فرص وتحارب قريش وأعدوا لهم ما استطعتوا من قوة بالرباط الخيل لا ينبغي أن تكرروا خطأ بدر أنت متخير رغم أن فيه نصر الآية نزلت بعد هذا النصر النصر جيب ست الله سبحانه وتعالى ومالقيك أيدت ونصرت لكن ربنا بيخطب النبي ما تعودش على كده المعركة لا إعداد وهناك استعداد وسنن الله لا تحابي أحدا لذلك جات أحد حصل خطأ عسكري قتل سبحين صحابي فسنن حتى يقول الشيخ محمد عبدو في تفسيره المنار سنن الله سبحانه وتعالى لو تنكبها نبي لغلب فيه سنن تمشى عليك وإذا كان مما كتبته أخيرا كان الله بالنصر والعون مع فيتنام عندما أحسنوا التخطيط وكان النصر حليف حزب الله عندما قاتل ندا لند مع إسرائيل وكان النصر حليفا لماوستونك عندما كان يقاتل تسع دول خب الأسباب فجاءه النصر الآن إن شاء الله نشهد في حماس تجربة جديدة أخذ بأسباب استعداد قدرات عالية جدا كما نقول العرق في تدريب ووفر دم في المعركة لا يمفاجأوا بشيء عارفين إن فيه توغل بري ومنتظرينه هذا التوغل البري وبالتالي وقع العقل الإسرائيلي متغطرس في هذا المستنقع لكن الطرف الثاني اللجوم البر إحنا كمدنيين يا حرام وربنا يكون في أهل غزة ومساجد بتبكي القعد في كتائب القسم ولك الله إي ربي يجو يعني القعد في كتائب القسم في الخندق ينتظر هؤلاء الناس لأنه عنده الخطة واحد واثنين وثلاثة واربعة كنت أستعمل المتحدث الإسرائيلي يقول إسرائيل بنت منظومة استراتيجية خطيرة جدا من السواريخ ومن الأنفاق يعني هو بتاع حماس بيعمل يدلوقتي حاس إنه عنده سلاح الجو متفوق عليه أقول لك بقى أقدم الشهداء بالملايين ومش مشكلة نطلع نحارب كده وربنا يسطرها إن شاء الله إيه الحل؟ ما عندش لمدود الطائرات ولا عنده سواريخ تسقط الطائرات الـ F-16 إيه هو الحل؟ الأنفاق فكان وسيرة إبداعية تجنب بها هذا السلاح القاتل وإلا طبعا هم يعني أكيد أكثر حرصا منه منك على الشهادة أكيد أكثر حرصا منه منك على الإخلاص كل ما نسمعه متوفر فيهم لكن في النهاية هم يبحثون عن النصر طيب أستاذ ياسر هل إحنا عشان ما يكونش فيه جلد للذات المعركة في فلسطين معركة مغيرة يعني فيه عدو واضح منذ اليوم الأول منذ يعني ولادة الطفل فلسطيني وهو يعلم أن هناك عدو اسمه إسرائيل أتى ليقيم دولة على جثث أهله الوضع في الثورات العربية لو نكلم عن مصر بشكل خاص لا هو الموضوع نحن بدئين الثورة الجيش والشعب ييده واحد نحن بدئين الموضوع الجيش حمى الثورة بعد ذلك حصل تحالف مع الجيش من قبل بعض الإسلاميين أو الإسلاميين وبعد كده بقى الجيش القاتل فأنا قصدي المعركة هنا غير المعركة هنا بشكل أو بأخ وفي نفس الوقت حين نتكلم هنا عن عدو حقيقي وبنتكلم هنا عن أهلنا يعني في الآخر الجيش ده وأهلنا طبعا 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 وحن نتقبل نتكلم أنه حصل تراكم عندما سن 3 سنين في مصر الآن الآن الأحداث أسفرت من لازم مع الثورة ومع الحرية والعدالة المساواة ومن هو ضد هذه المبادئ فمش نوع بقى خلاص يعني ما مضى هل أن نتكلم ما مضى قد مضى خلاص بين يدين لسحانه وتعالى الآن أنت تؤصل لمرحلة جديدة الآن للانطلاق يعني مثلا أهدف حماس الآن إيه؟ لا يطلب هدف فئوي ولا هدف أن يسمعها أنها يظل لأس وزراء ولا هدف أنها تقود السلطة هدف الآن حماس المعلن إنهاء الحصار والتجوية على قطاع غزة هدف يشمل وهذا هدف كل فلسطين هشاء وعلي وهذا هدف كل فلسطين وبالتالي الأمن الحكمة أنت كثائر أن تعرض هدف مجمع عليه يعني مثلا يعني حلو أوي موضوع هدف مجمع عليه دلوقتي فيه اختلاف يعني خلاني نكلم على أرض الواقع فيه اختلاف هناك من ينزل إلى الشارع ويرفع شعار عودة الشرعية عودة الدكتور محمد مرسي ويرى أن هذا هو السبيل في الحفاظ على صوته واستحقات الانتخابية والحرية وأنه رئيس شرح وهناك من يرى أن الأمر تجاوز الدكتور محمد مرسي بكثير وأن أمر الحريات والاعتقال واعتقال الفتيات واقتصاب بعضهم والتعدي على حرمات الله في كل المكان تجاوز بقى فكرة أساسا الشرعية خلاص إحنا أساسا ما فيش حرية عشان يبقى فيش شرعية فأصبح الأمر مختلف نعم أنا عجبني كلام كنت أقرأه في توصيف وقراءة نقدية لحسن البنة نعم حسن البنة يعني هو مؤسس جماعة الإخوان المسلمين مؤسس جماعة الإخوان المسلمين ورمزية وطنية وقام لو كان يعني بأي مختلفنا لأ رجل له جهد وطني وإسلامي كبير مما عجبني في طريق أحد الكتاب عن حسن البنة نعم قال حسن البنة كان يتنقل بين الوسائل كان يتنقل العصفور بين أغسان الشجر في فترة ما بدأ مع النضار عمل تنظيم السرع عشان يقاوم الإنجليز بعد كده بدأ في نشاط دعوة عن المقاهي سابقا ثم انتقل لنشاط دعوة أخر عن طريق إنشاء الشعب ثم انتقل فكر ينزل الانتخابات البرلمانية أيام النحاس كان لم يقدس وسيلة ما بل حتى في أخر عمره وما قيم تجربته رأى أنه لو استمر في مصارى التربوي الوعظي الإرشادي كان أفضل يعني كان يقول رحمه الله لو استقبلته من عمره ما استطبرته لعدته إلى زمن الأسكار فالرجل كان حتى كل مرحلة بيقيم أداءه وسيلة التي صنعها وما من الذي كان ينبغي أن يتجنبه أهم شيء في حياة أي حركة للتغييد والثورة أن تجيب على هذا السؤال ما هي المعارك التي ينبغي أن لا تخدها المعارك التي لا ينبغي التي لا ينبغي أن تخدها فيه مش كل أنت يعني حماس الآن مش فتحة نفسها العالم كله وبتحاربش الدنيا كلها تقول العدو الإسرائيلي وفقط في داخل إسرائيل حماس ليس وفي المعاركة دي بالذاتي أو السياسر أيضا طلعت رسائل محددة نحن نحارب العسكريين ونرجو المدنيين يتجنبوا أماكن العسكريين يعني برضو بدأ القصة برسالة واضحة تتماشى شوية مع ما يحدث الدعوات في أوروبا وأمريكا حول استهداف حماس للمدنيين نعم فنعود للحالة المصرية فأنت الآن أنت عندك طريقين إما تتمسك بالوسيلة هي تظهر في الشراء الموجودة حاليا وتعتبرها تقدس هذه الوسيلة وتكاد تكون تعبدها وتعتبرها هي المصاري الوحيد وبالتالي لا تلوم الشعب إذا لم يستجد معاك يعني أنت مصر على هذه الوسيلة الوحيدة في واحد الثاني الآن قلب واجه على البنزيم في واحد الثاني الآن مش قادر لما يستلظوا حصة التموين في واحد الآن جاي العيده مش لها ملابس لأولاده كل هذه قضايا إذا لم ينجح الصوار في أن يتعاطوا معها الشعب لنشعر أنك تلبي وأنك توفي أو تعلق أحد من أهماله يعني دي فرص زي بقولوا كده دي فرص الصوار لازم أن يستغلوها لا يعني مش فرص أن يلتحموا بالشعب حقيقة الناس الفقراء والمساكين والبسطاء في بعضهم قال لم يسمع محمد مرسي ولا شف محمد مرسي يعني في أحياء كبيرة ما تعافش الدمشة دي احنا بنكلم في إيه خش شقورة الصعيد النجوع الناس الآن يعنيها أمر المعاش وأمر الطعام بس برضو في يعني برضو في جزء نفسي وليس هناك تعارض أنا أقول يعني أقول لك أنت مصرع على زي الوسيلة ومقطع ناوة جيدة كمل وربما تنجح بس أظهر التكلفة بتكون عالية بس في جزء نفسي يا أستاذ ياسر يعني خلينا نكون واضحين في جزء من الثوار أو جزء من ينزل إلى الشارع قابل ما يحدث الآن في مصر على مستوى الاقتصادي في الناس الغلابة والفقراء أحسن مش هم من اللي جابوا السيسي خلص بقى يشربوا مش هم خليهم يدوءوا بقى اختيارهم خليهم يشوفوا أن كان ممكن يعني الحالة دي برضو الإنسان بشر وبني آدم يعني هل ده شيء مبرر وزي الناس تخرج من الشعور ده لشعور الآخر المتعلق بفكرة المسئولية أن أنت مسئولة على الناس دي حتى لو أنت مش في السلطة يعني اليوم نقرأ في الترويحة يعني اليوم في التهجد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم لم يكن إرسالنا عليه الصلاة والسلام إلا رحمة هذه البشرية وللناس أجمعين كافرهم ومشركهم وإلى ما غير ذلك فالقائد وباع الأمل أنا الآن بقول للناس سأنقلكم إلى مصر أخرى إلى العدلة والحرية والمساواة فإذا كانت أنا بهذه النفسية ديها الشماتة والحقد وأن أقول خلي الناس تتعلم خلاص أنت لم تفرق عن الجلاد فينبغي أن يكون الذي يقوم بالتغيير وباع الأمل للناس وأن يفهم حقيقة الجماهير فكرة أن الجماهير يعني فقط تتحرك عشان ربنا وعشان الحرم هذا فكرة فيها مبالغة كل شعوب الأرض الذي يعنيها هو المعاش والحرية والمساواة أبو أبواما مثلاً بماذا يخاطب الأمريكان لا فردوس الأعلى ولا الجنة ولا النار خطيتي يا جماعة في الخمس سنين اللي همسكتون أمريكا سوعد النظام الضمال الصحي عشان تلاقي علاك كويس وابنك يتعلم كويس وتلاقي الحليب لابنك الصبح وتروح الطريق تلاقي طريق كويس هو دي كلام الذي نخاطب به الناس لذلك الإغراق في قيم الشهادة الإغراق في أن نزولك في مظاهرة سيقودك للجنة هذا كلام يعني يتم كلنا كمسلمين نعرفين أن كل عمل نحن مستعبين عليه لكن أن نبدأ أن تعيد الجماهير بإصلاح أمر الأرض وأمر السماء هي بنيد الله سبحانه وتعالى يعني أنت أنت تتحرك في مجتمع فيه المسلم وغير المسلم والمسيحي وغير المسيحي الآن فضاءات في مجتمع مصر بالمسلمين صحيح فالخطاب الإسلامي بيسطح شريحة من الناس وشريحة أيضا في الراحة داخل المسلمين يعني الخطاب الإسلامي قد يكون رواد المساجد والليهم صلى بالفضاء الإسلامي فيه مسلمين الأمر ليعنيهم مدرجة هو شاف أنه بيصلي وروح شغله وكده ممتاز جدا لعندهش بقى لحلم الخلافة ولأساسية العالم وما سمعش عن الكلام ده هو رسل الإسلام التقليدي الجميل كما يرى هو وبالتالي أن تحمله بحموله لا استعن أن يفهمها يعني أنا أيضا كنت أراجع السيرة وأعتقد أن أكون أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام صحيح بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ارتدت كل جزيلة العرب مع عدم مكة والمدينة الناس ارتدت قال لك ناس شعب فاهم بعض ناس فهم أن الرسول دي كان نظام سياسي توفى النبي عليه الصلاة والسلام فخلاص إحنا كده ننتهى الموضوع وشكرا يعني لا فيه بقى زكا ولا ضريب ولا الكلام من ده حتى يقول رواية السيرة لا يمتبقى إلى بعض دضعة مساجد في الإحساء وفي المدينة ومكة ولذلك سيدنا وبكر عظمته أن أعاد كلها لأي الناس إلى الإسلام صحيح ففكرة أنك عاوز جمهور حديدي وصامد ولا يليل ما حصلش في التاريخ والشعوب لا تقاتل أبد الظهر بس هي معيير إنسانية سياسر يعني يعني ما لا يحركه قتل الناس يحركه البنزين مثلا طبيعي طبعا يعني هل ده أمر طبيعي أن الإنسان ما يتعطفش مع الناس اللي ماتوا في ربعة أو ماتوا في رمسة أو ماتوا في أي حتة أو الجنود اللي ماتوا في أي حتة يعني خلينا فكرة القتل بشكل عام طبعا ويتعاطف أن البنزين غلي ولا الكهرباء غليت يعني هل ده طبيعي ولا مش طبيعي لا طبعا يعني القتل والإجرام أمر يعني أمر النفس المشارية السليمة تعافه ولا تقبله حتى لو سنشوف قطة سيارة تدعمها ولا حد ما بقدرش يعني يتحمل اللي حاول يغمض يغمض عينه وفي بعض الأطفال ومشوف حد بيبح فرخة بي يعني بيتألم لكن أنت الآن في معركة في طرف بيقولك لا اللي كان ده المادة كمعها بندقية وكمعها أنابن وكمعها مفخغات وإحنا أتنعشا كان هيئتنا فإذا تضاموا الناس الصورة ليست ناصعة عمام كل الناس يعني التشويش ضخم جدا إعلام كل زوجة بتنقل الطرف الذي يخدمها وبالتالي أيضا الخطحة بنيكلم فيه الآن دلوقتي عن الصوار والثورة لم يكن لها إعلام يصل للناس يعني حماس الآن بسوشيال ميديا وقناة الأقصى وتصوير القنص وتصوير القتل الآن أصبح العبد الإسرائيل اللي يمكن أن ينكر بل حيانا حماس تعنى الآن عدد القتل قبل الجيش إسرائيل وتصل لما سمع الإعلام فجي فيه جهاز إعلامي شغال الآن ودي أحد دروس غزة إن الآن امتلاك جهاز إعلامي يتواصل مع الجمهير ومع الناس بما يفهمون وبما يعلمون أمر مهم جدا يعني أنا لا أشك طول مرسي كان له إنجازات ضخمة جدا لكن ما النازل سمع عنها يعني أنت ليس عندك وسيلة تخاطب الناس يعني فيه كثير من الوزراء يعني الناس مثلا دايما بتتكلم عن الدكتور باسمعه وهو إنجازات حقيقية لكن كان فيه وزراء آخرين بيعملوا يعني الأستاذ حاتم صالح حل كثير من مشاكل وزير الصناعة حل كثير من المشاكل وكان أخذ خطوات حقيقية على الأرض لكن لم يسمع بها أحد يعني فعلا فكرة الجزء الإعلام بس أنا حريك قلت نقطة مهمة جدا التشويش عند الناس إن الصورة مشوشة طيب من يتحمل مسؤولية التشويش هل فقط الآلة الإعلامية اللي شغالها ضد الصوار ولا أيضا جزء من تصرحات الصوار أفعال الصوار يعني من يتحمل مسؤولية يعني الصوار أو إحنا وكل الناس نخطئ حتى يعني أفضل جيل ما نبع جيل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد يعني ليسوا ليسوا الصحابة قسمة واحدة فيه ناس تعجلوا النص وشافوا الغنام وهرعوا إليها وتركوا يعني حماية ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وبالتالي يجب أن نتابس بعضنا بعضنا العزر يعني مثلا الإسلاميين دفعوا بسرعة إلى اتجاه للصندوق بحكم أن نس صبرت معاناة 80 سنة والشعب عم فرصة الآن أن يكونوا في صدر السلطة فليتاني قال لك لا محتاجين نطهر الأول الدولة والدولة العميقة حتى نبني على بناء جديدا وكان رؤيتين رؤية إصلاحية تدريجية ورؤية ثورية الآن بعدما رأينا المشهد الرؤية الإصلاحية لم تنجح في هذا الإطار محتاجين نجرب الخطة رقم اثنية والخطة رقم ثلاثة وبالتالي فكرة بقى أن نجرم الآخرين والآخرين قد يكون شوش عليهم بالإعلام شوش عليهم بالمواقف شوش عليهم تصريحات خطأ يعني لم يكن كل ما يقال عن نصة ربعة يعني يصنع حشدة من الناس يعني وبذلك كان يبقى تقويم الخطأ بدرجة من الدرجات تصريحات دكتور مرسل بعض المراحل تصريحات طبعا هذا اللي يبرر لا صحيح على القتل يعني على القتل ولكن يبقى في إطار النقد البناء طيب أنت رأي حزوتي أن فكرة أن كتير من الشباب مركزين قوي مع فكرة الفرز بس مغالين فيها شوي يعني بمجرد أن حد يطلع يقول تصريح أو يكتب عنه ينقل عنه تصريح يخرج من السياق ليس متعلق بسياق بسياقي خلاص الناس يعني عليه إكس آه قدبان خلاص قدامش داللي كان عامل ثوري وقال كذا كذا مع أنه ربما يكون له رؤية مختلفة ممكن ربما يكون له اكتهاد آخر فكرة الحدية في التعامل مع فكرة الرموز ونعلم عن ناس يعني من الآخر آه وطبعا للأسف أحيانا لما يبقى في حمولة دينية وحمولة أدولوجية ضخمة تخضع السياسة لمنطق العقيدة العقيدة أي مع الولاء والبراء يعني فكرة العقيدة أولاء والبراء والإمان والكفر مساحات السياسة هي مساحة اكتهاد سياسي يعني من الصحابة من نفضع من الحسين حفيد النبي عليه الصلاة والسلام قتل والصحابة ما قدرش يتدخلوا وطركوا الحسين وأهله يقتلون يعني ما لم يسمعوا أو لم يوافقوا على خيار سيدنا الحسين هذا الخيار الثوري ضد يزيد وهو أفضل جيل يعني من الناس أفضل جيل بعد النبي عليه الصلاة والسلام وحفيد النبي عليه الصلاة والسلام لكن شافوا أن خيار سيدنا الحسين أن فيه تصرع وان لم يكن فيه خطة وانه انخدع ببعض الصور قالوا تعالى احنا معاك وبالالف والملايين وفجأة رحل رحل رحكربلاء لم يجد المصر التي كانت التي كانت التي كانت تخيلها فموقف سيدنا الحسين سيارة شبقها اهل الجنة ونتكلم عن الشهادة عند الله سبحانه وتعالى لكن الموقف الاستراتيجي كان يحتاج إلى تقييم اخر يعني ان تنزل في معركة وليس معك عدد من الانصار تشتبك بجيش قوي فاكتب بعض الصحابة تركوا الحسين نعم فينبغي وبالتالي يعني وكان لهم اجتهد لا ده كان اجتهد سياسي كان اجتهد مش عقاikal ما كان اجتهد سياسي الصحابة قتل بعضهم بعضا ولكن لهم يكفر بعضهم بعضا ورحب يرى ان الاصلاح الافضل سيدنا علي وانه الاولى كذا ومعاوية يا سيدنا معاوية قد لكن هذا واسعهم لا بيكفر بعضهم بعضا فاقصد المساحة الاختلافة السياسة لابد ان نقبلها لابد ان اقبلها يعني خلل نيكلم بشكل واضح هناك من يرى أنه رفض ما يحدث في مصر وأنه انقلاب عسكري يعني في كتير من الناس شايفين أو يعني قطاع كبير نحن نتحدث عن صور أو معظم الصور الحقيين يروا أن ما حدث في مصر انقلاب عسكري لابد من مقاومته هناك من يرى أن مقاومة الانقلاب برفضه بالكلية ومحاولة إسقاط النظام و هناك من يرى أن إسقاط النظام يكون من التداخل مع النظام تعالى نكسر قلون التظاهر تعالى نتكلم عن الحريات للأسف الشديد أن بعض هؤلاء وبعض هؤلاء يترشقوا فيما بينهم أنه يعني قبلت الدانية والتاني يقول له أنت واهم بتتكلم وده يفتت الصف أو بالفعل هم مفتت يعني يعني الآن ده أبردك نرجع لفلسطيني ملهمة والدرس الكبير جدا الآن كل أمل حماس وكل أمل الصادقين في فتح أن يحصلوا على المصالحة وعلى سلطة واحدة تمثل كل فلسطينيين أدركت حماس بعد هذا العقد من النظال والدماء أن ينبغي أن يتحدى فلسطينيون أن يتحدى المصاري التفاوض السلمي بقوة مع مصاري السلاح وبالتالي الآن أحد شروط حماس الآن للمصالحة في غزة أن لا توجد إسرائيل حكومة السلطة الموحدة يعني هذا طلب للناس لابد أن ترعاها يعني حماس مع قدرتها ومعها قطاع ومعها السلاح أدركت لابد أن تكون معها الضفة وبالتالي الآن عودة المصار التفاوضي لابد أن تتفاوض لكن بقوة ليس على طريق أن تسلم كل أوراقك وإذن إبداعات حماس الآن في برنامج سياسي للمقاومة يعني المقاومة أي عمل عسكري وعمل سياسي جهد اجتماعي أو جهد عسكري ليس له برنامج سياسي سيقول للفشل سيقول للفشل إذن الآن مثلا السؤال المطروح الآن على تحالف دعم الشرعية الآن ما يقول عودة الرئيس المرسي هذا طلع يعني هدفه وكتب المصاريين مقتنعا به وقل لي بزبط عندما سيقعد ماذا سيصنعه مهي الخطة يعني طلع تقارير كامل ورؤيته كاملة بعودة هذا الرئيس المعزول الذي تم عزله سيتم واحد من ثلاثة أربعة سيتم في الملف لابد أن توضح الناس حتى تقول لنا أعرض هذه الرؤية الكاملة المتكاملة أرجع للآخر أن الشعب المصري وكذا لم يحتاجين بعض إن طال الزمن أو قصر لابد أن يلتحم الناس بعضهم بعضا حتى وحقيقوا فضاء فيه حرية وفيه عدالة وفيه مسواة ولذلك هناك اختبار قوي جدا للصوار أنت بتقول لنا أعوز الحرية لكن لما تشوف بتاع 6 إبريل بيعمل مظاهرة بالبلونات تقول لي يا عم لا وأنه دوها لقوا الناس بيشعرها في 6 إبليس هكذا يقول بعض الناس ثم إذا بتاع 6 إبريل شاف بتاع الإخوان الذي يقول بشعاه مرسو لك عمد مرسو هو اللي جاب العسكر هذا الخطاب لن ينتج شيئا جديدا لابدنا التفاهم من 6 إبريل فترة إما كان صديقا وبتاع الإسلامي فترة إما أخطأ بهذا الخطاب يمكن أن تبني أو أن تتحرك في هذا المصر طب أستاذ ياسر خلاني أتكلم في اللي جاي اللي جاي بيقول هل الناس فيه شعورين عند الناس فيه شعور يرى أن الانقلاب يندحر وينكسر وترنح ويا كلها سويعات والأمر يدتهي إن شاء الله بإذنها وإنك من يرى أنه لا يعني إحنا خلينا كده في جيل ولا جيلين بعد 50 سنة إن شاء الله بإذنها عيالنا لو بقى في عيال يعني هيجوا هم اللي يعملوا بقى إيه الثورة أنت حرك يعني شايف الوضع إيه والله من جد وجد من زرع حصد يعني في حاجات بسيطة أنت عندما تعمل في خطة مواضحة ومصار وواضح تحصد نتائج وسوف تعطيك الفرص ولذلك في قانون كده في التغيير المهمة جدا يعرفوه الصور والناس في قانون اسمه قانون الفرصة وقانون الجاهزية نعم أنت كيان ثوري أو فصيل ثوري قد مثلا قد تختار نتاكمن فترة مش هتحرك أوكي براحتك ما مش غلط ثم إذا جاءت لك فرصة وأنت مش عندك جاهزية هذه فرصة لا قيمة لها مثال الآن مثلا أنت كنت عاوز جماهيرية وعاوز شعبية ومتشتك إن محدش معاك وتنزل المسألة النسكة بتضرابك في الشوارع وكذا الآن جاءت فرصة الناس أن لا فيه مشورة خير ولا أنه فيه شيء وبرضا كرجعنا للفنكوش تاني ولكن بمعنى آخر لا طلع عبد العاطي ولا طلع سي ولا طلع بي صحيح فبدأ الناس بلا يتكشف الطرف الآخر أنه لا يملك رؤية ولا يملك حتى مصار بل ضغط على الناس ضغطا شديدا هذه فرصة في موجود احتقان اقتصادي وسيظهر أصاره أكثر في الياب القادمة وأنت أيضا المفترض أنك ثائر هذه فرصة لكن أنت لا إذا لم يكن عندك جاهزية وأنت مصر أنه هو مصار واحد وطريق واحد وسكة واحدة وأنه فقط شعار الشرعية هو الذي سيكسر الانقلاب ما أنت مخطئ يعني من التجارب اللي ندرستها وكانت جميلة جدا وفجأت بها صراحة بريطانيا احتلت الهند أمت بعيد جدا والهند كانت سوء كبير جدا بدأ يظهر غندي غندي كان راجل محامي عايش في حاله وقال لك لا يا عم نبدأ نقاوم رجع من جنوب أفريقيا شايف التجربة قال لك نبدأ نقاوم في الهند طب يعمل لي مع الاحتلال لا سلام ولا كلام ولا نقعد معهم قال لك لا مقدرش أنا أبدأ صدام مباشر نبدأ نكسر القوانين بتاع بتاع الاحتلال البريطاني بريطانيا تحتكر بيع الملح تحتكر إنتاج الأقمشة قال لك طب خلاص طعا نبدأ نجرر نفسنا في حاجة كده ايه بالراحة حب حب فقال لك لما احتاج أن نكسر قانون الملح الملح ينتج من الشعب الهندي ومش نشتري أبدا من بريطانيا وبدأ ايه متحرك في مسيرات للناس يا جماعة ننتج الملح عشان نملك التحارل الاقتصاد متخيل بيحارب الاحتلال بالماء للملح لا بنادق ولا بطمانجات هو بدأ بمصارنة بدأ يفهم الناس بناء وعي وتراكمي إن هذا المحتل يأخذ خيرك إن الملح يحتكب مصلحة الناس بشكل وعي الملح في كل بيت يدخل كل بيت وعلى كل مائدة هندية طب نعمل ايه بريطانيا منع بناء مصنع الملح والملح بيباعه بس فقط صناعة بريطانية ايه الحل بدأ يطوف في القرى ظل غندي يطوف عامين في القرى ركب القطر مسك السروال عامل بنسجه المعزة بتاعته ويطوف في الهند حتى يعلم الناس كيف نقوم الاحتلال بوسيلة مبدعة فبدأ قال لك الحل يا جماعة خلاص البلح بيجي منين من البحر ازاي بنسخن المياه ناخد الملح فتحرك ملايين الهنود الى سواحل الهند بالمواقد الموجودة الممولد والخشب والحطب وبالاواني يغلو الماء حتى يحصلوا على الملح وتحرروا من القانون الملح البريطاني نجح في هذه المرحلة عمل تراكم بنى قدرة بقى معاه شعبية وجماهيرية انتقل لخط رقم اتنين لا بد أن نشترق الا منتج الهندي فقط لا بد أن نقاطع الاقمشة الاقمشة البريطانية وبدأ بنفسه وراجل بدأ يغزل ما لابسه بنفسه امام الناس جميعا ويلبس مما ينتجه المجتمع الهندي نجح في الخطة رقم اتنين ضب بريطانيا الان اللي بيبيع ملح واللي ببيع عقمشة وعنده قوات عسكرية واصبح الاحتلال تكلفته اكتر من تكلفة الاستفادة التي تعايده عليه قاله طعم تعاني تفاوض تعاني تفاوضه وتركه وتم تحرره الهند فالقائد وبيع الامل اكسب بالنقاط ذلك الخطأ الكبير جدا ما فيه صورة في العالم تكسب بالضرب القضية الصورات تكسب بالتراكم انت بتبني تراكم وعي عند الناس والمقاومة يعني مثلا مما درسته وعرفه المظاهرات هي وسيلة واحدة من 200 وسيلة للنظر السلمي 200 وسيلة 200 وسيلة انت قعد مسك في وسيلة واحدة هنحتاج حلقتين كلمة علامتين وسيلة واستهلكتها هذه الوسيلة ومقدسة بشكل كبير جدا ومصر انها هي المقياس وانها الولاء والبراء من نزلم في المسيرة فهو مع الحق واللي اعسل بدي مع الباطل لا يا عبد لا شوف نموذج الايراني في المقاومة شوف نموذج شلي في المقاومة الناس كانت تقوم بالاغاني واشكال اخرى ما افهم منك اخيرا استاذ ياسر ان لو احنا نتكلم على الثوار هو عندهم واجب ان هو يشتغل على مستوى الفكر وعلى مستوى الجاهزية وعلى مستوى الجماهيرية قبل ان يطالب الناس بانهم ينضموا لي او يكونوا جزءا منه في نهاية هذه الحلقة وادعو على صحور اشكر الاساس ياسر الغرباوي مدير مركز التنوع لادرسات والاستشارات وشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين على طيب المتابعة الى ان نلقاكم في صهرة جديدة لكم كل التحية وإلى اللقاء نبدأ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة